سائل نبيل محمد من صعدة في آخر أسئلته يقول ما حكم من ينكر رؤية الله أفيدونا وجزاكم الله خيرا من ينكر رؤية الله هو أطالب الموضل لأن الله جل وعلا أثبت رؤيته وثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وجوه يومين الناظر إلى ربيها ياثر ويقول عنه فاكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين بل يرونه سبحانه يوم القيامة وفي الجنة وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنة والزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجل فكان جاء تفسرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون ربهم يوم القيامة كما يرون يشم صحوة لسة دونها سحاب وكما يرون يقوم ريلة البقر لا يضامونها في رؤيته ويراه أهل الجنة ولهم اجتماع معه سبحانه وتعالى هذا قول أهل السنة وجماعة قد أجمع أهل السنة وجماعة من أصحاب النبي وسلم ومن بعدهم ألا أنه سبحانه يرى في الآخرة وفي الجنة ومن أنكرها تميّلها الأدلة فإن أصر كفر تميّلها الأدلة من القرآن والسنة فإن أصر كفر يعني مخذب لله يا رسول حديث صلى الله عليه وسلم فالواجب على جميع أهل العلم أن يبيّدوا ذاره للناس وأن يوضحه للناس وعلى ما عنده شك أن يبتقي الله ويرجع الصواب على ما عنده شك وتردد أن يبتقي الله ويرجع حق فالمؤمنون بالنص وإجمعه للسنة جاربنا ربهم يوم القيامة في العرصات وفي الجنة أما الكفار فلا يرونه كلا إنهم عن ربهم يوم إذا لم يحجبون